إلى شرح آخر من شروح الثقه الحنفي وهو كتاب المبسوط طبعا نحن ما زلنا نقرأ في كتاب المذهب الحنفي مراحله وطبقاته ومصطلحاته وخصائصه طبعا عنوان باختصار يعني العنوان طويل عنوان الكتاب لأحمد النقيب يقول ومنها يعني ومن كتب الشروح لأنه ما زال يتكلم عن كتب الشروح يقول ومنها المبسوط للسرخصي توفي في حدود 490 للهجرة توفي في هذه السنة رحمه الله يقول عن هذا الكتاب يقول هذا النقيب عن هذا الكتاب شرح موسع لكتاب الكافي الذي لخص فيه مؤلفه الحاكم الشهيد رحمه الله كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله إذن هذا الكتاب كتاب المبسوط للسرخصي هو شرح لكتاب آخر متقدم وهو كتاب الكافي لمن؟ للحاكم الشهيد طبعا الحاكم الشهيد هو غير الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيح وهذا الكتاب كتاب الكافي للحاكم الشهيد جمع فيه أو لخص فيه كتب ظاهر الرواية لإمام محمد بن حسن وهي كتب الستة الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والمبسوط والزيادات لخص الحاكم الشهيد هذه الكتب الستة لمحمد بن حسن الشيباني رحمه الله في هذا الكتاب في هذا الكتاب اللي هو كتاب الكافي ثم جاء السرخصي فشرح كتاب الكافي في كتاب آخر سمى المبسوط طيب هذا كتاب المبسوط يقول هو السرخصي عن كتابه هذا في أول شرحه في أول مبسوط يقول أنه اختصر فيه على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاءا بما هو المعتمد في كل باب ثم يقول النقيب هنا وجاء ترتيبه للأبواب كالتالي كتاب الصلاة يحتوي على مسائل الطهارة السجدات التراويح الزكاة ونوادرها والصوم ونوادره الحيض والمناسك والنكاح والطلاق يعني تكلم بقى هنا يسر فيه أبواب هذا الكتاب اللي هي أبواب العبادات وأبواب ما يسمى بالحوال الشخصي الزواج وطلاق ثم بعد ذلك إلى أبواب المعاملات مثل الصلح والرهن والمضاربة والمزارعة ويختم بهذه الكتب اللي هي فرائض الخنثة وحساب الوصايا واختلافها بحنيفة بن أبي ليلى والشروط والحيال والكسب والرضا طيب ثم يتكلم المؤلف هنا أحمد نقيب عن منهج السرخصي في هذا الكتاب يقول منهجه من حيث الاستدلال وذكر الخلاف يقول لقد عني السرخصي رحمه الله بالاستدلال في هذا الكتاب عني الاستدلال طيب كيف قال حيث يستدل بما يتيسر له من القرآن أو حيث يستدل بما تيسر له من القرآن والأحاديث والآثار والقياس والاستحسان كما اهتم فيه بذكر الخلاف في مسائل الخلاف حيث يقارن بين آراء مشاهير الأئمة أبي حنيفة ومالك وزفر وأبي يوسف ومحمد والشافع والحسن بن زياد متعرضا في بعض الأحيان لآراء غيرها من الأئمة السلف يعني لا يقتصر فقط على الخلاف بين أئمة الحنفية أو بين أئمة الحنفية والمذاهب الأرعى بل يذكر أيضا آراء الصحابة والتابعين وأتباعهم وما إلى ذلك قال مع العناية ببيان الخلاف بين أئمة المذهب بين أئمة المذهب الحنف نفسي والإشارة إلى اختلاف الروايات عنهم في كثير من الأحيان مثلا يقول اختلفت الرواية عن أبي يوسف اختلفت الرواية عن أبي حنيفة يعني عن أبي حنيفة عدت أقوال أو عدت روايات وكذا عن أبي يوسف وما إلى ذلك طيب قال والغالب على منهجه أن يذكر رأي المذهب الحنفي أولا ثم رأي المخالف مع دليله ثم دليل الرأي الأول المختار وكثيرا ما يجيب عن دليل المخالف يجيب عن دليل المخالف ويناقشه بأسلوب علميا رصين ويلاحظ عليه عدم الإشارة إلى درجة يلاحظ عليه عدم الإشارة إلى درجة الأحاديث والآثار قوة وضعفا وعدم عزوية إلى مصادرها من دووين كتب السنة إلا نادرا جدا يعني لا يذكر السرخصي من أخرج هذا الحديث من كتب الستة أو التسعة وأيضا لا يذكر يعني فضلا عنه لا يذكر درجة هذه الأحاديث من القوة أو الضعف طيب هذا طبعا نقله هنا عن المبسوط نفسي يعني أو من خلال قراءة النقيب هذا للمبسوط استخلص هذا الأمر طيب نتكلم هنا النقيب عن أهميته في المذهب الحنفي ما أهمية هذا الكتاب؟ كتاب مبسوط يقول هذا الكتاب من أهم كتب الفقه الحنفي وأشملها وأوسعها طبعا يعني هو كتاب 16 مجلدا يعني أو 16 نتكلم عنه وعن طبعاته في التعليق على هذا الفيديو إن شاء الله نهض لتأليفه أحد كبار فقهاء المذهب المعروفين اللي هو السرخسي وتناول فيه شرح مختصر يعتبر زبدة لما في كتب ظاهر الرواية المعتبرة في المذهب الحنفي لأنه شرع فيه كما قلنا كتاب الكافي للحاكم الشهيد الذي اختصر فيه كتب الآئمة الذي اختصر فيه كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن كما يقول ابن عبدين رحمه الله في منظومته حيث يقول يعني ثلاثة أبيات شعر وكتب ظاهر الرواية أتت ستا وبالأصول أيضا سميت يعني كتب ظاهر الرواية اللي هي الجامع الكبير والجامع الصغير والسيار الكبير والصغير والزيادات والمبسوط هي هذه تسمى بكتب ظاهر الرواية وتسمى بالأصول أيضا يقول هنا لذلك يقول هنا ابن عبدين وكتب ظاهر الرواية أتت ستا وبالأصول أيضا سميت ويجمع الستا كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأئمة السرخسي طيب هذا طبعا قاله ابن عبدين في منظومته التي هي بعنوان عقود رسم المفتي ثم يقول النقيب ومن هنا يقول عنه الطرسوسي مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه لاحظ أهميته لاحظ أهمية هذا الكتاب طرسوسي طبعا هنا يقول هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد طرسوسي أحد علماء الحنفية ممن برع في الفقه والأصول درس وأفت ونظر وأفاد وولي قضاء دمشق توفي سنة 758 الهجرة من تصانيف الإعلام في مصطلح الشهود والحكام الفتاوى الطرسوسية ومناسك الحج منظر طبقات السنية للتميم الفائد البهية طيب إذن يقول الطرسوسي عنه هذا طبعا طرسوسي هذه نسبة إلى طرسوس طبعا سنعلق على هذه النسبة في التعليق على هذا الشرح إن شاء الله أو على هذا الفيديو إذن يقول عنه مبسوط الصرقسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتا ولا يعول إلا عليه لأنه طبعا هو أصلا التعويل في المذهب الحنفي على كتب ظاهر رواية وهذا يجتمع على كتب ظاهر رواية وزيادة لأنه يشرح هذه الكتب أو هذا المختصر لكتب ظاهر رواية اللي هو كتاب الكافي طبعا الشروح فيها تقييد للمطلق وتخصيص للعام وبيان للمبهم وما إلى ذلك فتكون يعني موضحة أكثر قال ومما يدل على أهميته وقيمته العلمية شهرته وتداوله على نطاق واسع في الأوساط العلمية من الحنفية وغيرهم حتى إنه المراد غالبا عند إطلاق لفظ المبسوط في الفقه الحنفي مع أنه يوجد عندنا المبسوط أيضا اللي هو أحد كتب ظاهر رواية ستة لمحمد الحسن لكن المبسوط إذا أطلق غالبا يراد به هذا المبسوط السرخسي مع أن ما يحمل لاحظ مع أن ما يحمل هذا العنوان من كتب علماء المذهب الحنفي متعدد كما سبق في فصل المصطلحات والله أعلم